في أنجولا قتل أكثر من 17 شخصاً وأصيب العشرات بجروح خلال تدفع داخل ملعب لكرة القدم بمدينة ويج شمال البلاد الإعلام المحلي قال إن الحادث وقع بعد أن دفعت حشود من المشجعين الحواجز لدى نفاذ بطاقات الدخول إلى المباراة الأولى في البطولة الوطنية لكرة القدم وأفد مصدر صبي أن خمسة مصابين في وضع صحي حرج